المغامرة الأولى حكاية البنت اسمهان التي تمنت أن تتحول إلى فراشة إجازة نصف العام قصيرة جدا وبشائر الربيع بدأت تهل لذلك قرر مرجان وصديقته ريشة أن يتجولا في أرجاء المدينة ويرسمان ما يحل لهما من المناظر وحتى الأشخاص والمواقف الطريفة وفيما هما يتجولان سمع صوت بكاء اقتربا قليلا ولمح مرجان فتاة صغيرة تبكي خلف شجرة وسمعها تقول يا رب أريد أن أصبح فراشة صغيرة بأجنحة ملونة وأطير في الجو وألعب بين الأزهار حتى أغفو من التعب أريد أن أصبح فراشة جميلة لا تضطر للذهاب إلى المدرسة ولا تضربها المعلمة بعصا غليظة يا رب اجعلني فراشة يا رب اعتذر مرجان وريشة الألوان من الفتاة الباكية لأنهما سمع أمنيتها دون قصد منهما فقد شدهما بكاؤها وبعد أن عرفا بنفسيهما وعرفا أن الطفلة اسمها أسمهان قال لها مرجان لكن لماذا تريدين أن تصبح فراشة إنك طفلة لطيفة وجميلة أجابت أسمهان أريد أن أصبح فراشة تطير طوال اليوم وانت النعب قالت ريشة الألوان التي كانت تصغي بإمعان إن رامي فتا كسول وأنا لي وقاتع ريشة صوت قائل مام إن رامي أنا ني ولكن أسمهان أيضا مدللة أعذروني لقد كنت أمشي وسمعت حديثكما وأنا أخالفكم الرأي أنا اسمي جمال وأنا طفل نشيط جدا ففي الصباح أساعد والدي في بيع الخضار في المحل وفي المساء أساعد العمال في تخزين ما تبكى من الخضار وإبقاؤه في حالة جيدة ومتى تذهب إلى المدرسة وتؤدي فروضك وواجباتك لا لا أنا لا أذهب إلى المدرسة إن المدرسة مضيعة للوقت إن تعلم مهنة أجدى بكثير يجب أن يعمل الفرد حين يصير شابا وكويا أما الآن فعليه أن يتعلم ويكتشف ما حوله ويرعب هذا كلام الصبية المدللين فقط عندما لا نتعلم لا نستطيع أن نعمل جيدا ولكنني أمهر العمال الآن فقط غدا عندما تكبر وتشاهد بأن العالم بتغير كثيرا من حولك لن تستطيع أن تواكب الأشياء الجديدة لن تستطيع حتى أن ترسم أحلامك التي تمر بخيالك أرسم أحلامي؟ لم أفكر بذلك إنها تمر في خاطري لكنني لا أقدر أن أمسك بها في حياتي كلها لم أرسم أو ألوين ما رأيكم إذن أن نلعب لعبة رسم الأحلام؟ ولسوف أساعدكم هيا هيا من سيبدأ أولا؟ أنا أنا سأبدأ ترقت وجوه الأطفال وخطت أنابلهم الصغيرة بفرحة على الورق الأبيض لتملأه بالألوان الزاهية ورسمت أسمهان نفسها وهي تلاحق الفراشات في حديقة كبيرة مليئة بالأزهار ورسم جمال نفسه بمساعدة ريشة الألوان وهو يرتدي الملابس المدرسية ويحمل كتبا ملونة في يديه أما مرجان فقد رسم بيتا كبيرا يجلس فيه الأطفال يكتبون أمانيهم ويرسمون أحلامهم وحولهم أناس كبار يصغون إليهم بإمعان واحترام لأفكارهم أعجبت فكرة رسم الأحلام مرجان والأطفال واقترحت ريشة أن يجرباها مرة أخرى مع أطفال آخرين وتوقعا أن تكون مغامرتهم القادمة أكثر إمتاعا وودع الأطفال على أن يلتقوا جميعا في المغامرة القادمة